سيدة خديجة رضي الله عنه وارضاه رمز الوفاء والعطاء طبعا والسيدة خديجة يريد نقرأ سيرتها وخاصة ستتنا وبناتنا نعلمها لبناتنا وزوجتنا يقرأوا وفاء سيدة خديجة مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قدق وقفت جنبه وسندته وأمنت بيه ده هي تعتبر يعني أول من أسست للإسلام أول من أسست للإسلام ودعمت سيدنا النبي بمالها وبنفسها وبحنانها وبكل شيء حتى سمى النبي عليه الصلاة والسلام العام ده عامل حزن طبعا وعلى فكرة عامل حزن ده مرض وفاء عامل حزن بأن سيدة خديجة كان دايما بيكبر بخاطر أصدقائها وبيودهم بالزبط ومش نسيهم بالزبط فمرة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها غارت تقول غرت يوما غرت كل شوية يقول السيدة خديجة سيدة خديجة وخلاص سيدة خديجة كانت في بكة فقالت يا رسول الله قد أبدلك الله خيرا منها رضي السلام فقال لا والله ما أبدلني الله تعالى خيرا منها لقد صدقتني حين كذبني الناس ووسطني بمالها حين حرمني الناس ورزقني الله تعالى منها الولد في الوقت الذي حرمني أولاد النساء والله ما أبدلني الله خيرا منه وكان صلى الله عليه وسلم من شدة الوفاء لستين السيدة خديجة كان يعمل إيه لما بيكون فيه طعام أو هدايا فيقول اذهبوا بها إلى صويحبات خديجة يكرم أصدقائها حتى بعد وفاتها وكانت مرة دخلت عجوز فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأكرمها وتعجب الناس شمعنا العجوز دي لأنت قمت هذا قال كانت تدخل علينا أيام خديجة كانت تدخل ده من ريحة السيدة خديجة ده من ريحة المرحومة وإن حفظ الود من الإيمان قال كانت تدخل علينا أيام خديجة وإن حفظ الود من الإيمان حفظ العهد وحفظ الوفاء من الإيمان فبالتالي هنا المفروض لا ننسيش